السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة سيد بن تعقيد وان شاء الله مكملين مع المراجعة العامة للصف الرابع سواء عربي او علوم او دراسات او رياضيات او انجلش او ماث او ساينز احنا نزلنا على القناة عند الوقت العربي والدراسات المراجعة دي جماعة مهمة جدا 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 يعني ما ينفعش في الوقت ده ان انا اروح نسك الكتاب واراجع على منهج كله انا بدي لك ملخص المنهج سواء عربي او انجلش او كل مواد عشان تشوفه وبعد كده بحل معك الامتحانات المتوقعة وبقولك طريقة الحل ازاي فخليك معي لاخر الفيديو عشان اعرفك طريقة الحل ازاي او مذاكرة ازاي طبعا العلوم عندنا اه اللي هو واحدة التانية المفهوم الرابع والواحدة التالتة اللي اخد منها المفهوم الاول ده اللي عندنا اللي هنتحن فيه اللي هو اه محتوى اه 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 فبراير ومارس تمام محتوى فبراير ومحتوى مارس ان شاء الله النهاردة حن حنراجع للعلوم احنا طيب انا عايز اوصل للمحتوى العربي اروح فين عندك طريقتين الطريقة الاولى تدخل على القناة تمام انتش شايف كده اسمها تأسيس ابن بعقيد على اليوتيوب تمام اهي ده لشكل القناة هنا تمام هتلاقي اول فيديو هنا عندك او مراجعة عربي وحل انتحانات عن طريق بنك المعرفة وكمان مراجعة الدراسات رابعة وكل الملخص المنهج اللي احنا اخدناه وحل ابتحانات وازاي انت احنا نيجي ازاي ونحل ازاي تمام تمام او هتلاقيني سايب لك الوصف في سايب لك لينك الفيديو العربي والدراسات المراجعة تحت فين في الوصف انا حاولت اضغط نفسي عشان الاسبوع الجادة كله يبقى كلهم خلاص المراجعة ونحاول نخش على الانتحان ان شاء الله مطمئين وربنا يعنكم في رمضاء تمام طيب نبدأ بالعلوم اللي هو المحور المفهوم الرابع والوحية التانية والوحية التالتة المحور او. تعال نشوف اللي بتكلم عن ايه. طبعا هراجع مراجعة عامة على اللي احنا اخدناه وفي الاخر نحل ايه? متحانات وهقولك في الاخرى بتاعين تعمل ايه? هنكضر الصورة شوي عشان انه بقى ايه? واضح للكل. تمام. ونعمل دي كمان جيب الصورة دي هنا عشان مش تضايقناه. نخليها فوق. نخلي هنا. نتخلش جهة تأسر. طيب. طبعا المحور الاول بيتكلم عن الطاقة والتصادم. يعني ايه تصادم? تصادم يعني ارتطام اللي هو استضام. يعني استضام يعني حاجة حاجتين بيخبطوا في بعض. ارتضام ارتطام او استضام جسم بجسم اخر. اي حاجتين يخبطوا في بعض ده اسم استضام. التصادم. تمام? ارتطام جسم بجسم اخر. طيب. ماذا يحدث للاجسام عندها عندما تتصادم مع بعضها? اي حاجتين يخبطوا في بعض. انت واخوك ماشيين في البيت. تمام? وبتجروا وتلعبوا وارحتوا خبطين في بعض. ايه اللي هيحصل? تمام? بتقول اي هو بقول اي. ايه اللي بيحصل? هو بيأثر فيك بيوجعك وانت بتأثر فيه توجعه. ده اسمه ايه? ده اسمه للطاقة. انت كنت معاك طاقة ايه? حركة. بتجري باقصى سرعة. وهو كمان بيجري فخبطه في بعض. انت حاسد بالوجع او هو حاسد بالوجع. ليه? لان الطاقة من عندك انتقلت. منك ليه? ومنه ليك. بس لو هو صغير وانت كبير. هيكون في فرق فين? في القوة. يعني ممكن تتوقعه لو انت اكبر منه. من تتأثر فيه تخبطه توجعه اكتر لو انت اكبر منه لان ايه? تختلف على الكتلة والسرعة والحاجة. هنشوف دي الوقت. تمام? ماذا يحدث الاجسام عندما تتصادم ببعضها? ايه اللي بيحصل لها لما تخبط في بعض? طبعا تنتقل الطاقة عندما يصدم الجسم بجسم اخر. وليكن عربيتين خبطت في بعض? تمام? اكيد مش هنقول مسلا العربية اللي خبطت هي اللي هتنضر. والتانية عشان هي ما اعمدش حاجة. لا. الطاقة بتنتقل من العربية دي. العربية دي. فالاتنين بايه? بيحصل لهم ايه? ضرر. يبقى اول حاجة تنتقل الطاقة عندما يصدم الجسم بجسم اخر. تمام? طيب. حاجة تانية يمتلك الجسم الاسرع طاقة اكبر من تلك التي يمتلكها الجسم الاطقع. يعني ايه? يعني العربية ماشية بسرعة معينة. ستين كيلو متر مية كيلو متر في الساعة. تمام? هيكون عندها طاقة هتسبب اذى اكبر للعربية اللي ماشية بسرعة بطيئة. وليكن في عربية وقفة لكنها وعربية جاءة من وراء وخبطتها خبطة جمدة جدا جدا جدا. مين هي اثر في مين اكتر? مين هي تأثر اكتر? العربية المخبوطة ولا الخبطة? الخبطة ايه? لان سرعتها بايه? اكبر. اهو يمتلك الجسم الاسرع طاقة اكبر. يعني كلما زادت السرعة زادت الطاقة. تمام? نكمل. يتسبب الجسم الاكبر طاقة في حدوث اضرار اكبر مكرنة بالجسم الاقل في الطاقة. يعني ايه? عندي العربي دلوقتي كبير زي دي. تمام? شاحنة زي دي. ومشين في الطريق. وبتمشي بسرعة مثلا ميت كيلو متر في الساعة. وقدامها عربية ملاكي. بتمشي بنفس السرعة. لقدر الله لو يتنخبطوا ببعض اللي يحصل. مين هي بتأذى اكتر? اكيد العربية الصغيرة. ليه? لان العربية الكبيرة بي معاها آآ معاها طاقة اكبر ومعاها كتلة اكبر. فكلما الكتلة زادت والسرعة زادت. فالضرر والكتلة ايه? بتزيد. تمام? اهو يتسبب الجسم الاكبر طاقة. اهو زي الشاحنة في حدوث اضرار اكبر مقارنة بالجسم الايه? الاقل. تمام? الجسم الاكبر هو الايه? هو اللي هينضر ايه? هو اللي هينضر ايه? هو اللي هينضر ايه? هيسبب ازاء اكبر. طيب. هيقول لي ما هي في امتحان. اختر ما هي معدلات السلامة داخل السيارة. طبعا مش محتاج يحفظ. عندك حزام الامام. والوسادة الهوائية اللي هي. تمام? حزام الامان بيحمي الناس من ايه? من الاندفاع الامام ولا الخلف? لا من الامام. اللي على عربية تضرف او رامل كده. بدخل ليه? لقدام ولا برجع على وراء? لا بدخل لقدام. يبقى حزام الامان بيحمي الناس من الاندفاع ديه مهمته. من الاندفاع للامام. بس. طيب. الوسادة الهوائية اهميتها ايه? خفض سرعة حركة الشخص الامام. لما يحصل حدسة ولا حاجة فالخبطة بتخلي الراجل اللي سيء ده يخبط في الازاز في الحاجة اللي بسوق بيها. تمام? فالوسادة بتفتح عشان تمتصل ايه? الطاقة. بدلا ما يخبط فيه المكان اللي قدامه. لأ هي بيخبط فيه الوسادة. فيكون اتضرر ايه? اقل. يبقى ايه هي معدقة الامان في العرب في السيارة? هنقول له حزام الامان والوسادة. حزام الامان مهمته ايه? يحمي الناس من الاندفاع الامام. الوسادة الهوائية دي بتخفف التصادم بين الشخص الايه? والمركبة. تمام? يبقى مش محتاجين نحفظ. المضوع كله المحور كله كله حاجة واحدة. طيب. تصنع الوسادة الهوائية من ايه? من مادة النيلون. اهي? زي ما انت شايف تصنع من مادة الايه? النيلون. اهي. تصنع من مادة النيلون. لازم ااخد بالي من الحاجات ده عشان بتيجي فين? في الاكمل او اختار. تمام? وتطبع في عجلة القيادة. اول يمكن لقيها في العجلة. من تحت او في المقعد. في الكرسي اعبالية او في التابلو اللي قدام ه او البيب. مهمته بايه قدامه. خلاص? نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. كيفية عمل الوسادة الهوائية عند التصادم? ولي تنتفخ الوسادة الهوائية تلقائيا بسرعة عفائقة بواسطة مستشعارات السيارة حيث تأخذ شكل الوسادة للسقوط عثناء اثناء التصاد. تمتلك الوسادة الهوائية بالغير. طبعا هو عمره في الانتحان ما هيقولك ما هي الطريقة التي تعمل بها الوسادة الهوائية. خليك عارف كده. يعني اسئلة مقالية مش هيكون فيه. هيكون فيه اختياري. فما تتعبش نفسك وطرهم نفسك. كل اللي عايزه منك تعرف ان الوسادة الهوائية ما لها بتحمي الشخص من التصادم ومصنوعة من مادة اللي ايه? النيلون. تمام? تمتلك الوسادة الهوائية بالغاز حتى تصبح ملساء الملمس ويجب ايه? تنكمش بسرعة. طيب. ليه? فيها غاز ولا فيها هوا? لا فيها ايه? فيها غاز. يبقى اعرف معلمة ديك. طيب تحتوي الوسادة الهوائية على ثقوب او فتحات تسمح لها بالانكماش لتمكنك من النزول. طيب هي تنفخت خلاص? تمام? يبقى بعد كده بيكون فيها فتحات. عشان لما تدوس عليها تروح من ايه? مهووية تاني وتنزل. تمام? تبعلل او صح ولا غلط? او اختار تحتوي الوسادة الهوائية على ثقوب ليه? ها? تمكن الشخص من ايه? من النزول. طيب العوان مؤثرة في طاقة حرك الاساني. ايه هي? الحاجة اللي بتأثر في الطاقة او قوية او ضعيفة. عندي حاجتين. كتلة الجسم وسرعة الجسم. يعني ايه? يعني الكتلة اللي بتحرك نفسه ده بتأثر في الطاقة. وسرعة الجسم نفسه بتأثر فيه في الطاقة. طيب يعني ايه? ما كنتش رحانة طيب? عشان نفهم. طيب. كتلة الجسم كلما زادت كتلة المركبة زادة استهلاك الوقود وزادة استهلاك طاقة الحركة. يعني العربية قلت لك قبل كده الشاحنة الكبيرة. تمام? لو انا محتاج اوصل من مكالم مكان وليكن مسافة مثلا خمسين كيلو متر. تمام? وجهزت عربية شاحنة كبيرة. وجبت عربية ملاكي. تمام? والاتنين هيوصل لنفس المكان. طيب. فبقول ليه? الوقود بيزيد. لو انا عايز حطي بنزين للعربيتين. مين اللي هياخد بنزين اكتر? اكيد طبعا العربية الكبيرة. ليه? لانها عندها محرك اقوى عشان يقدر يجرها. تمام? فبالتالي بيديني طاقة اكبر. تمام? وبيتمشي بسرعة اسرع. يبقى الكتلة المركبة الحجم بتاعها يعني بايه? بياثر على ايه الطاقة. بيزود استهلاك الوقود ويديني طاقة حركة ايه? اكبر. طيب الشاحنة اللي تتحرك بسرعة مساوية. سرعة السيارة تمتلك طاقة حركية اكبر لانها ايه? تمتلك كتلة اكبر. كتلة اكتران لو عربيتين نفس الهتحركوا في نفس المكان وفي نفس السرعة. لكن واحدة شاحنة كبيرة واحدة ملاكي مين اللي هيتأثر? مين اللي هيوصل بسرعة? او مين اللي هو هيكون عمده? اه سرعة اكبر هنكون ايه? هن اهو تمتلك طاقة اكبر هيكون الشاحنة الايه كبيرة. طيب اذا تضاعفت كتلة الجسم تضاعفت طاقته الحركية عند سرعة معينة. يعني الكتلة كل ما تزيد كل ما تزيد معها ايه? الطاقة والحركة اللي ايه? علاقة طردية. يعني طردية اللي اتنين بيطلع مع بعض. الكتلة بتزيد الطاقة بتزيد. تمام? الكتلة بتقل. الطاقة بتزيد. الكتلة بتزيد السرعة بتزيد. الكتلة بتقل السرعة بتقل. بسمها علاقة طردية. يعني اتنين بيطلعوا مع بعض وينزولوا مع بعض. مش عكسية. تمام? هتلاقي الكلام بتكرر كتير. بتتسبب الاكسام المسرعة والاكسام كبيرة كتلة في حدوث دار اكبر طبعا كلناها فوق. بتلاقي المحور كله والكلفة. تحولات الطاقة اثناء تصادم. يعني تحول الطاقة. تعال نشوف. عندما تتصادم الاكسام تتحول الطاقة الى تصور اخرى. حيث تتحول الى طاقة حركية او حرارية او صوتية. يعني ايه? يعني انا ماشي. تمام? فكر فيلم احمد حلمي بتاع اه زرف طارق وهو بيجري ورا البطلة. وهو بيجري ببص النحية التانية فخبط في اللفتة او اليفتة بتاعته. اللي بيحصل. هو كان ماشي بطاقة معينة. الطاقة دي حصل لها حاجات. ايه هي? حصلت تحولت الى طاقة صوتية انه خبط في اليفتة وعمل بوم. فهو سمع صوت. دي كده صوتية. وطاقة حرارية انه هو حسب حسب سخونة او وجع فين في راسه او رقابته عشان الخبطة. او حركية ممكن اليفتة دي من كتر الصدمة تروح مخبوطة تقع على الارض او تميل شوية. يبقى انا كده حولت الطاقة بتاعته اللي هي الحركية الى ثلاث صور. ايه هي? حركية اليفتة تحركت من مكانها. صوتية. لو حد ما عدد هيسمع صوت الخبطة. وحرارية المكان نفسه اللي تفيد خبطة تلاقي في ايه? حرارة. سخونة. ان الطاقة لا تفنى وعند حدوث تصادم تساوى الطاقة الداخلية مع الطاقة الخارجية. خد بالك المفهوم ده مهم جدا. الطاقة لا تفن ولا تستحدث مع بعدها. لكنها بتنتقل الى صور اخرى. تمام? يعني عربية لما دي حصل لها حدثة. فهنا فين طاقة السرعة بتاعتها? انت هتقول خلاص اه بقت اه 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 مفنية مش موجودة لا. ده هي تحولت. تحولت من 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 حركية الى ايه? صوتية. اثناء الخبطة عملت صوت. وحرارية حصل سخونة اثناء الخبطة. وكمان حركية طبقت العربية التانية او بسط العربية التانية. يبقى حولت ايه? الطاقة لا ايه? لا تفنى. كان بتتحول لصور اخر. تمام? طيب تحولات الطاقة في بندول نيوتن. ايه بندول نيوتن ده. بندول نيوتن ده طبعا انت عارفوا. تمام? اللي هو الكرات اللي بتخبط بعضها. سنحن اجيبها لك كده. عشان تبقى واضح معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الشتوري الضه. بص معك ده. بندول بندول نيوتن. اكتب هنا في جوجل. صور بندول نيوتن. بص كده. ايه دي بندول نيوتن. زي ما انت شايف كده. اهو. بنحصل له ايه? بنخبط الكورة دي. تمام ايه. بنخبط الكورة دي. بحصل لها ايه? بتخبط دي. ودي تخبط في دي. تخبط في دي. تفضل. بتحصل ايه بقى? لما انت تخبط الكورة دي. انت بتقول ايه? الطاقة بتاعت الكورة الحمراء دي. راحت. فنت. لا بالعكس. ده هي تحولت الى صور تانية. ايه هي ايه? صورة صوتية. طاقة صوتية. اول ما تخبطها هي بتعمل صوت. ايه تاني? طاقة حرارية. لو مساكت الكورة دي من من جنب ده وجنب ده. هتلاقى سخن. صورة حركية هتدفع الكورة الكورة التانية ايه? الناحية الايه? الناحية التانية. يبقى الطاقة ما لها? ما بتفناش لكن بايه? تتحول الى اكتر من ايه? من صورة. نرجع للدرس تاني اول مراجعة. تمام? طيب ينتقل معظم مقدار الطاقة في بندول الى الكورات الاخرى. لما اخبطها كده بتعدل ناحية تانية. ولهذا تتساوى على الكورات اللي تحرك على كلاة الجانبية. تتحول الطاقة الحركية الى صور اخرى. لما ارمي الكورة كده ازا ما قلت لك هنا كده. لما ارمي الكورة ايه اللي بيحصل? هم? بتحول الطاقة اللي تخبط في بعضها. يبقى اخدنا جزء من الطاقة دي الى صوتية. يفقد البعض الاخر في صورة الاحتكاج بين الخيط والاجزاء الاخرى عند تحرك الكورات. لما الكورة تخبط في بعضها بيحصل لها سخون. طيب تفقد الكورات بعض الطاقة بتحركها في الهواء واذا واذا تركت الخيطة لفترة فستفقد الكورات طاقة حركتها وتوقف بعد الكثير من التصادمات بايه? بيدفع بيتحول الى طاقة حركية بيدفع الحركات الايه? بيدفع الحركات التانية. تمام? يبقى الطاقة ما لها? لا تفنى ولا تستحدث. هنا جايب لي مراجعة كاملة على المحور الاول او الدرس الايه? الاول عشان ايه? عشان اول باول. هتعمل ايه? انت هتشوف المراجعة اللي انا عملك دي. وبعد كده هتاخد الاسئلة تحلها. تمام? في سؤال واقف معك. هتحفظه وتخش المتحان بيه. تمام? ليه? مش هينفع اقول لك هات الكتاب واجعة من الاول التالي. انت كفاية عليك المراجعة تسمعتها مني دي. وحل امتحانات بس. والسؤال يوف معك ايه? اعرف ايه هو? ويعرف طيب. هنا اختار عند زيادة كدة الجسم للضعف. ان طاقته حركاته يملها. تقل تزداد. طبعا احنا نقول لها علاقة طردية. الجسم. نجيب الالم بس. الجسم. اه. او. الجسم. في ضعف. الجسم اكيد القوة تزداد. احنا قلنا علاقة طردية. هيزيد هيزيد. هيئل هيئل. طيب. مكان حادث تصادم السيارة. قد يكون جانبيا. او اماميا. او خلفيا. ولا جميع الاختيارات. لما يكون في حادثة. التصادم ده ممكن يكون في الجنب ولا قدام ولا خلف. طبعا هقول له جميع الاختيارات ممكنة. ممكن في اي مكان. طاقت حركة السيارة. نقط. طاقت حركة الشاحنة عندما كان بنفس السرعة. يعني عندي سيارة صغيرة. وعندي شاحنة كبيرة. بيقول له خد بالك. انت شايف ايه? الطاقة اللي في السيارة دي. اكبر ولا اقل من دي? لا هقول له ايه? طبعا اقل. تمام? طبعا دي هتتغير بتغير ايه? لو الشاحنة هنا بحط اكبر. السيارة الملاكة مسلا هتكون اقل من ايه? بالشاحنة. طيب تعتمد قوة التصادم والمخاطر على نقط متصادمة. لو في حادثة. ايه? اللي بيقدي بقول الحادثة دي. الله اكبر شنيعة وخطيرة. وله الحادثة دي البسيطة? ime اللي بخيناحكم على كده? اكيد طبعا ايه? كتلة الاكسام? ولا سرعة الاكسام? ولا طاقة الاكسام? ولا جميع ما سبق? اكيد طبعا الكتلة مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه? لو شاحنة كبيرة مع عربية صغيرة طبعا الكتلة هتأثر فيها. طيب سرعة الاكسام لو ماشية بسرعة قدرة جدا جدا جدا. هتأثر. طيب طاقة الاكسام الطاقة النتجة من التصادم يبقى كل ايه جميع ما سبق لان الكتلة بتأثر على التصادم والسرعة وكمان طغط الايه الاجسام يبقى جميع ما ايه ما سبق خد بالك من النقطة دي تمام خد بالك من النقطة دي طيب نكمل نطلع فوق صح ولا غلط طيب علامة صح وعلامة خطأ امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الصحيحة الخطأ طيب نجيب القلم تاني نعمل طيب هنا بقول لي تصادم الاكسام ينتج عنه طاقة صوتية فقط لما عربتين يفضل بعض فكر لما قالك فقط يبقى هو حدد لا اقوله والله بيحصل عنه صوتية وحركية وحرارية هقوله ايه هقوله غلط تمام تسبب المركبات ذات الكتلة الصغيرة في وقوع اضرار اكبر في حال التصادم لو عربتين صغيرين في بعض ولا عرب كبيرة لا طبعا كتل ليه الكتر الكبيرة هي بسبب ايه ضرر اقل اكبر يبقى اقول له ايه اقول له اكبر اغلط تمام لو قال لي هنا كلمة اصغر يبقى الحل صح طيب تغير طاقة حركة الاجسام بتغير كتلتها فطبعا ضغط الحركة تتغير يعني موتيسكل غير عربية غير شاحنة غير كطار غير يبقى طبعا تتغير يبقى ايه هقول له صح عند حدوث التصادم في السيارة تنفتح الوسائد الهوائية تلقائيا بسرعة فائقة وتمتلأ بالغاز طبعا هقول له اه اول ما يحصل في حساس اصلا في الوسائد الهوائية ان هي تتنفخ تمام وقت ما يحصل ايه تصادم طيب اكمل عبارات الاتية عند حدوث التصادم تنتقل نقط بين الاكسام ايه يبينتقل لما يحصل التصادم الطاقة انا وانت خبطنا في بعض طاقتي بأسرع عليك وتبتأسر ايه علي يبقى هول هنا الايه الطاقة عفا اخد النص يبقى احسن تمام حكتب هنا الايه الطاقة تمام يبقى تنتقل الايه الطاقة بين الايه بين الاكسام طيب نكمل يستخدم محقق التصادم قوانين نقط الحركة عند التحقيق في حدوث الايه يتحقق بيعملوا ايه بيلجأوا الى قوانين نيوتن ليه بتاعت الحركة قوانين مين نيوتن قوانين نيوتن بتاعت الايه بتاعت الحركة ليه عشان القوانين دي بتبين قوانين يوتن الحركة تستمر في الأجسام المتحركة تستمر في الحركة إلى أن يوقفها جسم آخر. يشوفوا مين كان واقف ومين اللي جاي بسرعة أكبر ومين اللي متضرر لأنه وقت الحدسة محدث بيعرف. لكن بيعملوا إيه؟ بيعرفوا من خلال قوانين يوتن مين هو اللي كان غلطان بسبب أنه هو الأجسام المتحركة. ما بتوقفش إلا ما إيه اللي ما يوقفها جسم إيه آخر. تمام؟ يبقى ده الناس أو المحققين بيلجأوا المين؟ بيلجأوا إلى قانون يوتن. طب إذا ازدادت سرعة السيارة فإن طاقة حركتها السرعة بتزيد. يبقى الحركة مالها؟ أكيد بتزيد. إحنا قلنا علاقة طردية. ده بيزيد ده بيزيد. يبقى إيه إذا ازداد سرعة السيارة فإن حركتها مالها تزيد. هتتبقى إيه؟ تزيد. تمام؟ مش عارق تمام؟ نكمل. أربعة يزداد استهلاك نقط في المركبات كبيرة الكتلة ويزداد اجتساب الطاقة الحركية. استهلاك given العربية تمشي بال��قود. يبقى يزداد استهلاكร إيه؟ يزداد استهلاك الوقود في المركبات الكبرى. يعني أنا دلوقت داخل على بنزينة عايز أفول العربية الملكي. أكيد العربية الملكي مش هتاخد نفسي كمية من العربية الكبيرة الشاحنة الكبيرة ليه? التانية محاركها كبير فمحتاجها وقود اكبر طيب نكمل تخير الاجابة الصحيحة من الف الى باء طيب من معدلات السلامة التي تحملنا في السيارة هي مين? اقول له حزام الامان طبعا تمام? اقول له حزام الامان تختزن كرة البندول في اعلى موضع فقط وضع ولا فقط حركة طبعا لو انا مش عندي حل للنقطة دي بستبعد الاجابات وباكمل في طريق باولي انتلك الجسم الاكسر الاسرع تمام? طاقة حركة اكبر يبقى نحط طاقة حركة فين? هنا هنحط طاقة حركة فين? هنا يبقى دي كام? هنوصل دي بايه? بدي ودي بايه? بدي دايريكت عندي ايه? تختزن كرة البندول في اعلى موضع طبعا طاقة ايه? وضع تبقى ايه? وقفة مكانها تمام? لازم اخد بالي من ايه? من النقط دي تمام? والاجابة مش عارفها استبعد تمام? طيب نكمل عند زيادة طبعا ده الحل اللي احنا كان فوق خلاص هنسيوه عشان ايه? هنضيع شواء ده حل اللي ايه? النموزج اللي احنا حالينا فوق تمام? ويجيب لي هنا ايه? الاجابات تمام? طيب اهو نيوتن تزداد الوقود سامحنا قلنا اثنين ثلاثة واحد طيب تدخل بقى على ايه? على الدرس التاني مراجعة الاجهزة والطاقة الاجهزة والطاقة ده الجزء التاني اللي هنمتحن فيه فيه اول يوم روضا ان شاء الله طيب هنا تأتي صور الطاقة التي ما تذكرش حاجة غير للده ده اللي هو هتمتحن فيه ان شاء الله تأتي صور الطاقة التي نستخدمها من ايه? من الشمس الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة والضوء على سطح الارض تمام? طيب تساعدنا التكنولوجيا على تحويل الطاقة من صورة اليه? الى اخر ممكن نحول طاقة شمسية لطاقة كيميائية هنشوف دلوقتي ازاي? فمثلا الطاقة الضوئية للشمس تتحول الى اكثر من صورة من الصور الطاقة انا استطيع استخدامها كما بالمثال طبعا الطاقة الشمسية هي اساس كل حاجة خد بالك عشان المحور ده بتكلم على كده ان الطاقة الشمسية هي اساس كل الطاقات تمام? الطاقة الشمسية هي اساس كل الطاقات تعال residents شوف كده ازاي؟ بسطر هنا اي بداية اي بداية لاي طاقة طاقة الشمسية بعد كده ايه? اما تتحول لطاقة كيميائية زي النبات او طاقة كهربية زي الآواحة الشمسية تمام? النبات ده من بيأكلوا؟ بيأكلوا الإنسان والحيوان والنبات. الإنسان فيحصل على طاقة. بعدين الطاقة الكيميائية تحرك أخشاب النبات في تحول الطاقة الكيميائية طاقة حرية. تمام؟ الألواحة الشمسية تستخدم الطاقة الكهربائية في تشغيل الجزء. يعني أنا مثلا عندي أعمال الإنارة الدولة بدأت تستبدلها من الكهرباء تحط فيها ألواحة الشمسية بكل عمود إنارة. فطول النهار الشمس جاي العمودة دي. فتعمل ايه؟ بتمتص الشمسة منها طول النهار دي مصدر طبيعيا عند ربنا. مش خسرين حاجة. وأول ما الجوي غيم أو اللي ييجي تروح الكشفات دي شغالت القائم. منين بقى؟ من غير فيش ولا حاجة. منين؟ من الشمسة اللي متصتها من الألواحة الشمسية طول النهار. يبقى دي بقى دي ايه؟ دي طاقة نظيفة أو طاقة تقريبا غير مكلفة. يبقى أنا حولت الطاقة الشمسية من عند ربنا مصدر طبيعي إلى عن طريق الألواحة الشمسية. تمام؟ ونورت بيها الايه؟ نورت بيها الأعمدة والأجهزة بتاعتها. تمام؟ طب الطاقة الشمسية بتحول النبات ازاي؟ تمام؟ في صورة الطاقة كيميائية. تمام؟ طاقة كيميائية ازاي؟ احنا عارفيني النبات بياخد بيمتد غزاؤه بياخد غزاؤه من عملية البناء الضوء. بيمتص ضوء الشمس. بعد كده الإنسان بيأكل النبات والحيان بيأكل النبات فيحصل على الطاقة أنا بأخذ اللحوم بأكل النبات عشان أخذ الطاقة وتحرك. تمام؟ يبقى أصل كل الطاقات ها الطاقة مين؟ الشمسية خد بالك. طيب تقوم الأجهزة بتحويل الطاقة من صورة إلى أخرى بعض صورة الطاقة النتيجة قد لا تكون من وظيفة الجهاز الأسية فمثلا المسباح الكهرابي. تمام؟ ايه الطاقة بدخلاله؟ طاقة كهربية. جاية منين؟ جاية من الحجارة اللي هي الطاقة كميائية. طيب يديني ايه بعد بحط الحجارة؟ بيديني ما طاقة ضوئية؟ وطاقة حرارية. طاقة ضوئية بينور لي قدامي. طاقة حرارية لو حطيت ايه دي على اللمبة هتلاقى سخنة. طيب ايه أصلا اللي داخلوا داخلوا كهرباء. يعني لو أنا عندي لمبة بحط الفيشة ده المدخلات. الفيشة السلك ده ده المدخل. بيديني ايه في الاخر؟ بيديني نور. وبيديني لو سكت اللمبة بيديني ايه؟ بيديني حرارة. يبقى ايه؟ المدخلات كهربية اهي؟ والمخرجات ضوئية وحرارية. الشيء كي يقول لي ايه؟ ممكن تختلف الايه؟ المخرجات عن المدخلات. طيب الطاقة التي تدخل الى اجهزة الاجهزة التي تتحول الى الطاقة المرادة بحصول عليها من اجهزة. ولكن تهدر بعض الطاقة في صور اخرى غير مستخدمة مثل الطاقة الحرارية نتجة على مصروحة كهربائية. وبالتالي في ان الطاقة لا تفنى هم يعرف بقانون بقاءة الطاقة. ايه هو قانون بقاءة الطاقة؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدد. طيب هنا بقول لي ايه؟ خد بالك الطاقة اللي بتوديها للجهاز مش كلها بتاخدها. يعني بمعنى انا مجاة بحط الفيشة في الكوبس. تمام؟ او بشغل اللمبة. تمام؟ داخل لها مثلا وليكن كهرباء خمسين وط. ما بتدينيش نور خمسين وط. هو بقول لك كده. اما ايه اللي بيحصل؟ بتوزع. ايه هي؟ بيديني مثلا ثلاثين في المية نور. والعشرين في المية دي طاقة مهدرة. بتاعة ايه؟ الحيارية. هو انا. طيب ليه مهدرة يا مستر؟ هو انا بشغل اللمبة شاية دفيني ولا شاية تنورلي؟ شاية تنورلي. فبالتالي بحط الكهرباء ما بتدينيش كهرباء كاملة. بياخد جزء منها بنور بيها والجزء التاني بيحصل له ايه؟ بيهدر. يعني ايه بيهدر؟ بيكون في صورة طاقة حيارية. انا مش هستفيد منها. انا مش هقف على اللمبة واتدفع عليها. تمام؟ ده مش ده معنى ان هو ايه؟ ان هو طاقة مهدرة. طيب. خانون بقاء الطاقة. يعني ايه خانون بقاء الطاقة؟ الطاقة الطاقة لا تفنك لكن بتتحول. ولا تستحدث من العدم. ولكن تتغير صور الطاقة فقط. زي ما قلت لك. تغير من شكل شكل. دخلت كهربية حولتها الى الضوائية وايه؟ وحلارية. يبقى بتخلص؟ لا. ما ليه بتتحول لصور تانية. بعض الاجهزة تستخدم البطاريات الداخلية كمصدر الطاقة. يعني عندي مثلا اي جهاز تاني زي الريموت زي اي حاجة تانية. تمام؟ بس ما انفعش اشتغل بحط له فيشة. بشغله ايه؟ بشغله بحط له حجارة دي اسمها طاقة ايه؟ اسمها طاقة كيميائية. يبقى البطاريات الموجودة او الحجارة الحجارة الالم دي اسمها طاقة كيميائية. بتاع نشوف. البطاريات تمام؟ يعاد شحنها بطارية المحمول تمام؟ مالها؟ ديت الشغب الكهرباء. بحط الفيشة بحط الشحن في الكهرباء فبيديني بيملأ البطارية بستخدم الموبايل فبيخلص بارجع عشرين وتانية. دي طاقة كهربية. طيب عندي مثلا لعبة اطفال. تمام؟ او حجارة الساعة. هل لما تخلص الحجارة انا براح حطها في الفيشة الساعة ولا بجيب الحجارة تانية مكانها بيتم استبدالها. يبقى في حاجات بنشحنها زي التريفون وفي حاجات بيحصل لها ايه؟ بنستبدلها زي اللي بتستخدم الايه؟ الحجارة الالم. طيب. عربية استكشاف المريخ اللي هي اسمها كيرو سيتي. تمام؟ اللي يبعتوها عشان استكشف المريخ. تمام؟ العربية دي محتاجة يتحرك في المريخ عشان تعمل جولة فوق. هو انا هشغلها ازاي؟ مش دا جهاز؟ يا ما محتاج كهربا؟ او بطاريات. هينفع حطوله في الفيشة هنا ويطلع المريخ؟ لا طبعا. هستخدم مع ايه؟ هستخدم معه البطاريات لكن البطاريات طويلة الامد. يعني ايه؟ اللي بتقعد بالايام والشهور. ما انفعش هحطوله الحجارة بتاعت الريموت. ليه؟ لان العربية دي راح تستكشف رحلة فضائية. لو خلصت الحجارة مينها يغيرها؟ مش عارف طولها تاني. ولا هعرف اجيبها تاني وبتحكم فيها تاني. لكن لو حجارة طويلة الامد بتكفيها لما تخلص هناك وترجع لي ايه؟ تاني. عربية استكشاف المريخ الروبوت. يعني المستخدم استكشاف سطح كاكوة بالمريخ. عربية استكشاف المريخ جهاز يتم التحكم فيه عن بعد. انا قاعد هنا هو تماما على الارض لكن هي في المريخ وانخلال الريموت بتحكم فيها. تستخدم الوطرات طويلة الامد. خد بقياك المعلومة دي. طويلة الايه? الامد. يعني طويلة الامد مش بتخلص بسرعة. تقعد بالايه? بالشهور عشان انا محتاج العربية دي. واللوحات الشمسية كمزل الطاقة. تمام? تحط فيها لوحة شمسية لو تعرض للشمس تنتصف تحولها لايه? طاقة كهربية. وتكون بتحويل الطاقة الشمسية لطاقة حركية وحرارية وكهربية تشغيل ايه? العربية دي. تمام? بيزودوها بالحجارة ويحطوا فيها لوحة شمسية. الحجارة شغالة والوحة الشمسية تنتص طاقة الشمس وتحولها لايه? الى طاقة كهربية عشان تتحرجها. طيب سلسلة الطاقة تتسخين اناء به ماء. ماء. انا عايز ساخن شوية مية. ايه هي السلسلة? ايه السلسلة? سلسلة عبارة عن حلقات. لو معك سلسلة بتلاقي حلقة مصالحة حلقة مصالحة نفس الحكاية. طبعا احنا قلنا الشمس هي المصدر الرئيسي لاي طاقة. بتبدأ منين? من الشمس. تمام? الشمس دي عبارة عن ايه? طاقة ضوئية. اللي بيحصل بيمتصها الاشجار والاخشاب. صح? ازاي بيمتصها احنا قلنا عاملة بناء الضوئي. الاشجار دي كلها بتاخد طاقتها من الشمس. بعد كده الاخشاب دي لو ولعتها وعملتها فح حتديني بعد كده طاقة ايه? حرارية. الاناء ده هحصل في ايه? هحطه على النار دي. فحيسخن لي المية يبقى انا كده دي سلسلة. لما نسخن في البيت لأ هو هنا اعتبر نفسك في معسكر في الغابة وعايز تسخن مية في الغابة. هتجيبه تجاز منين? فبتضطر هه? تجيب خشب وتولعه. الخشب ده بقى ايه? اصله ايه? شمس. وبعدين الشمس امتصها الخشب. وبعد كده الخشب تحول ولعته طاقة حيارية. بعد كده طاقة حيارية حت ايه? حتسخن لي المية فدي السلسلة بتاعت الايه? الطاقة السخين المية. يبقى اساسها ايه? اساسها شمسية. يعني اخد بقى اسئلة على المحور ده. انظر للصورة ثم اكبر باستخدام الكلمات المعطاة. عندما تصطدم الكرة بالقوائم في ان الطاقة الموجودة بالكرة نقط منها ايه القوائم? فتجعلها تحرك. ايه اللي بخلي القوائم دي تقع? اكيد انت قال القو بتاعة الطاقة طاقة الكرة دي. الى الايه? الى الزجات دي. الزجات دي. فبتروح مقاعة. يبقى تنتقل الكرة ايه? فان الطاقة الموجودة بالكرة تنتقل منها. الى القوائم. خلاص? اثنين. عندما تتوقف الكرة عن الحركة فان طاقتها لا. دي واحدة بس اجيب الالم عشان ايه? اواضح معي. اجيب الالم من فوق. بص يا سيدي. عندما تصدم الكرة بالقوائم فان الطاقة الموجودة بالكرة مالها تنتقل. تنتقل من ايه? من الكرة للقوائم اه اول واحد. عشان ايه? عشان تخلص. عشان تتحرك. عندما عندما تتوقف الكرة عن الحركة فان طاقتها لا. ولكنها اتقلت الى القوائم وتحول الجزء منها الى الطاقة. بقول لي الكرة دي لما تتوقف انت شاف ايه? ان الطاقة دي خلصت? ولا انتقلت? اولا والله انتقلت دي ما خلصتش? انتقلت في صورة ايه? صوت وحركية حيارية. عندما توقف الكرة عن الحركة فان طاقتها لا تفنى. ما بتخلصش. تمام? ولكن انها هتنتقل الى ايه? الى ايه? الى زجاجات. مقدار الطاقة التي انتخلت الى القوائم. نقط مقدار الطاقة التي تم دفع الكرة بها. يعني ايه? بيقول لي الطاقة اللي خرجت. انا مسكة الكرة بتاعت البولنج دي. ورامتها كده. هو بيقول لي الطاقة اللي انت خد دفعت بها الكرة. انت شايفها بتساوي المقدار اللي وقعت به الحاجات دي? ولا يقال والاكبر طبعا انت هتقول لي لا. الدهب الظبط ما انا طلعت من ايه دي. الطاقة بتاعت الكرة. هتروح الزجاجات. هقول لك ارجع ورا. احنا قلنا فيه طاقة مهدرة. في صوت هيحصل. جزء ما الطاقة بيروح فيه. فيه طاقة حيارية الجزء التاني. يبقى ايه? يبقى لا تتساوي مع مين? مع الطاقة الايه? اللي تم دفع الكرة بها. لان الكرة احنا قلنا فيه طاقة مهدرة فين? في الطريقة. طب اربعة. مقدار الطاقة التي تم دفع الكرة بها نقط. مقدار الطاقة الحيارية الناتجة عن احتكاك الكرة. تمام? مقدار الطاقة هيكون اكبر طبعا من الايه? من الاحتكاك. الاحتكاك يكون حاجة بسيطة جدا. تمام? لكن المقدار اللي اللي وقعت بالكرة هيكون أكبر طيب بناء على قانون حفظ الطاقة فإن الطاقة التي بدأت بها الحركة يجب أن نقط من الطاقة التي انتخلت إلى جميع القوائم لازم تكون إيه لازم تكون أكبر ولا تساوى ولا لا تساوى بناء على قانون حفظ الطاقة فإن الطاقة التي بدأت بها الحركة يجب أن تكون أكبر تساوى مع إيه تساوى مع الطاقة التي انتخلت إلى جميع القوائم مضاف إليها جميع الصور الطاقة المهدرة. يعني لو جمعت الطاقة المهدرة الحيارية وصوتية وحطتها مع الطاقة الحركية في الاخر ده لازم يكون ايه يتساوى معيه مع الطاقة. طيب صح ولا غلط? صح? او خطأ? الطاقة الصوتية احدى صور الطاقة الناتجة عن استخدام غسلت الملابس. بقول لي الطاقة الضوئية صوتية صوت احدى صور الطاقة التجة عن استخدام غسلت الملابس. طيب. ايه اللي بيحصل في غسلت الملابس? بحط الفيشة بشغل الايه? ايه غسالة? اللي بيحصل اني بحول الكهرباء. المدخلات طاقة كهربية بيديني ايه? بيديني طاقة حرارية. يبقى الهدوم 있بقى سخنة. بديني طاقة حركية الغسالة بتتحرك. الجوة? بيديني طاقة صوتية. هو بقول لي الطاقة الصوتي دي هي احدى صور الطاقة? قوله طبعا من احدى صور الطاقة لان بنسمع صوت واحنا وقفين جنب الغسالة فدي طاقة مالها مهدرة طيب ليه مهدرة يا مستر لان انا مستفدتش بصوت غسالة غسالة يا جماعة انا وظيفتها تغسيل هدوم فطاقة الصوت ده مهدرة انا مش هزمني الصوت بتاع الغسالة هيعمل لي ايه يعني هي اسمها طاقة ايه مهدرة فاقول له ايه صح طيب لا يمكن ان تتحول الطاقة كهربية لصور اخرى طبعا اقول له غلط ليه المصباحة هو كهرباء بيديني ايه بيديني طاقة ضوئية وطاقة حرارية تختزن البطاريات الطاقة كيميائية صح طبعا اي بطارية في طاقة ايه كيميائية فيها كربون عند احتراق الوقود لتحريك السيارة فان الطاقة تفنى لا طبعا البنزين في العربية ده بيخلص بيمشي عشان هو خلص ولا عشان اديلي صور تانية لا اديني صور تانية صور ايه اديني صوت محرك العربية صوتية اقول له غلط طبعا الديني صوت الديني طاقة حرارية العربية بتاحتكد بالايه بالارض الديني طاقة حركية حرك العربية يبقى البنزين ده ايه مش مهدر لبالعكس هو الديني فهو ايه صور تانية تعتبر الطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيل مصباحة الكهربائية الطاقة مهدرة او طبعا حرارية انا مش محتاج اللمبة تدفيني انا عايزها عشان تنور لي فالطاقة الحرارية انا مش مستفد منها فبالتالي طاقة ايه مهدرة استخرج الكلمة المختلفة مجافف الشعر اللي هو الاستشوار يعني الغسلة جهاز برضو الخلاط برضو جهاز ساعة اليد طب انا يا مثل اعرف هو عايز ايه هنا مجافف الشعر يا حبيبي بيشتغل بالكهرباء فيشا الغسلة بالكهرباء الخلاط بالكهرباء ساعة اليد لا دي ايه بطاريات فدي ايه المختلفة الوقود الغزاء البطارية المصباح الكهربائي الوقود ده غزاء العربيات الغزاء وقود الانسان والحيوان البطارية وقود الاجهزة الصغيرة زي الساعة والريموت واللعب الاطفال المصباح الكهربائي لا ايه علاقته بالموضوع ده ده مش وقود ده جهاز انظر الى صورة ثم تخير الاجابة الصحيحة طيب نحزف ده الاول وبعدين نطلع فوق شوية يا ريت المراجعة دي تهتم بيها لانها مهمة جدا 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 طيب انظر الى صورة ثم تخير الاجابة الصحيحة نجيب القلم تاني الاسلاك النحاسية الموجودة اعلى متر الانفاب تمده بالطاقة يقول لي فوق هنا في اسلاك نحاسية تدي طاقة ايه كيميائية ولا حرارية ولا حركية ولا كهربية لا الاسلاك اللي فوق بتديني ايه طاقة كهربية وبعد كده الطاقة الكهربية بتولي الطاقة حركية يبقى الاول طاقة ايه طاقة كهربية يدلوك كهربية عشان تحرك بيها طيب تنتج طاقة حركة تنتج طاقة حرارية نتيجة احتكاك عجلات المترو بالقطبانة الحديدية تعتبر طاقة بقول لي خد بالك الكطار لما يتحرك من مكانه والسكة الحديد ده بيحصل احتكاك بينهم بعض اكيد بيعمل ايه بيعمل حرارة فبقولك الحرارة دي انت شايفها طاقة فانية خلصانة ولا داخلة ولا مهدرة ولا اسية ده طبعا طاقة مهدرة لان انا مستفدتش بيها باي حاجة هو القطار بيعمل ايه بالكهرباء يعمل ايه بالوقود الوقود ده تحول بعد كده ايه طاقة حركية هل احنا بنشغل الاطرة عشان يدينا حرارة تاحت هعمل بها ايه طاقة ايه طاقة مهدرة منصور الطاقة الناتجة عن استخدام مترو انفاق ايه الطاقة اللي انت شايفها قدامك مترو انفاق حرارية ولا حركية ولا الطاقة الصوتية ولا كله طاقة حرارية اه القطبان بتحتك بالمترو فبتدينا ايه حرارة الطاقة الحركية اه بيتحرك طبعا من مكانه الطاقة الصوتية طبعا صوته مزعج جدا جدا جدا. يبقى هقوله ايه? جميع ما سبق بيدين صوتية وحركية وصوتية وحارية وكل حاجة والله يبيدهنا الايه? متر الانفاق. نكمل. طبعا ده حل الايه? الاسئلة. تمام? ده كده كل ما يتعلق بلي انت هتنتحن فيه. تمام? ده اللي انت هتنتحن فيه. محورين اتنين بس. تمام? اللي هو قانون بقاء الطاقة. تمام? زي ما احنا قلنا. قانون بقاء الطاقة. والتصادم والطاقة الشمسية. ايه الاجهزة والطاقة. الطاقة اساسها هي اصلا اساسها الطاقة الشمسية. تحول لكيميائية. كيميائية الى كهربية وكهربية بدينا في الاخر المخرجات. تمام? اما صوتية او حركية او 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 او. خد بالك الطاقة لا تفنى ولا تستحدث او ما تنتقل يتحول الى صور تانية. تمام? حركية او صوتية زي ما قلتلك او حرارية ودي اسمها طاقة مهدرة. تمام? التصادم يبقى بيعتمد على ايه? على كتلة الجسم وسرعة الجسم. الكتلة كبيرة يبقى تضرر كبير. السرعة كبيرة تضرر كبير. الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع العربي والدراسات هتلاقي تحت في وصف الفيديو. تمام? اه ايه تاني احل ازاي مستر انتحان اكتفي بمراجعة دي? وادخل على امتحانات. تمام? دي كتبها عندك ونزلها. او شوف امتحانات تانية وابدأ حل في الكتاب اللي معك الخارجي هتلاقي امتحانات حل. السؤال ما تعرفوش. تمام? اه بس بلاش بلاش لا اسئلة بتاعت الدروس. هات اسئلة تكون على ايه? على المحور ده. اللي هي نزلة في الفيس في بانك المعرفة. زي اللي حلناها كده النهاردة. وحل فيها. السؤال اللي عارفه حل حل حل. مش عارفه وعلم عليه. وحاول تذكر وتجيب ايه ده وتعرفوه عشان ما تدخل التحاني وبعدك كل المعلومات كاملة. اشوف كم ان شاء الله على خير في فيديو ان شاء الله هيكون الانجلش ان شاء الله باذن الله تعالى. هنراجع على كل حاجات اللي موجودة. تمام? الاربع وحدات السبعة والتمنة والتسعة والعشرة. واهم الحاجات اللي فيها والجرامر اللي فيها. وهنحل برضو ماك المعرفة. شير الفيديو عشان غيرك استفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.